الله يرفع خضرككم سيد عبد الكريم يعني هل هذه الحلقة تتركز على تاريخ نشأة الحزب وأهداف الحزب وربط ما بين تاريخ النشأة والأهداف إذا تعمقنا قليلا في تاريخ حزب الله كيف نشأ حزب الله حزب الله بداية هو جسم غريب في هذه الأمة زراعة أنا أسميه بمختصر المفيد هو نبت إيراني أو فارسي سقيت بمياه صهيونية فكانت نبت خبيثي في جسد هذه الأمة أخي العزيز مما لا يعلمه الكثير أن أول من فكر في زراعة هذه الكيانات الخبيثي في أمتنا هم الفرس فأول من أرسل موسى الصدر إلى لبنان هو الشاه شاه بهلوي ريضا بهلوي وريضا بهلوي للعلم هو علماني ليس متدين ولكن مع هذا هو أرسل رجل متدين ليزرع هذه النبت الخبيثة في لبنان موسى الصدر عندما حضر إلى لبنان وتصور للغرابة أنه بعد أن تخرج من الجامعة بسنوات أرسل إلى لبنان وأعطي الجنسي اللبناني فأصبح رجل لبناني موسى الصدر جاء يتحدث عن المظلومين عن المهمشين في المجتمع ولكن حقيقة أنه كان لديه مخطط إجرامي عسكري موسى الصدر بدأ بشيء اسمه حملة أو سموها مؤسسة المحرومين أو مجموعة المحرومين يعني يقصد فيها أن المجتمع أو أن الشيعة في لبنان كانوا مهمشين ولكن هل يا ترى فقط كان الشيعة في لبنان مهمشون؟ أبداً ثم إذا كان الشيعة مهمشون في لبنان أو هناك كما سمي بحركة المحرومين فهذه تحتاج إلى صلاح اجتماعي تحتاج إلى مفكرين تحتاج إلى مصلحين اقتصاديين ولكن ماذا فعل موسى الصدر؟ موسى الصدر بدأ بتشكيل ميليشيات مما ليعلموا الكثير أن موسى الصدر في ذلك الوقت شكل ميليشيا مدربة كان يدربها الحرس الثوري اللبناني وعندما أعلن عن حركة أمل ما هو كان السبب؟ حدث انفجار في إحدى المعسكرات في البقاء التي كان يدرب فيها موسى الصدر فاتخذ هذا التجمع ذريعا وشكل ما يسمى بمجموعة المقاومة الإسلامية وأمل إذن هو في الأساس مخطط لم يأتي من فراغ وللأسف الكثير مننا يتجاهل هذه الحقيقة يتجاهل البداية التاريخية لحزب الله قبل أن نتحدث عن حزب الله يجب أن نتحدث عن الأساسيات كيف زرع هذا الحزب ومن هم المؤسسون لهذا الحزب وما هي السياسة التي انتهجها هذا الحزب حركة أمل التي هي كانت أم الحزب ممكن نسأل لماذا تغير الموضوع من حركة أمل لحزب الله هناك أسئل الكثير لا يستطيع ترجمة نانسي قنقر